السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مجددا في قناة تعلم ألمرجو منكم الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على من قام بحضرنا على الواتساب الطريقة جد سهلة جدا نقوم بإنشاء مجموعة جديدة نختار أحد الأرقام المشكوك فيها ثم نقوم بإنشاء المجموعة والمجموعة نسميها بإسم هذا الشخص حتى وإن لم يكن قام بحضرنا نقول أنشأنا مجموعة بإسمك ثم يتم إنشاء المجموعة ولاحظتم إشعار أنه لا يوجد رقم 18 يعني الشخص المسمى برقم 18 إذن هذا الشخص قام بحضري يعني طريقة هي جد سهلة شكرا على تتبعكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله تعالى ومع طريقة جديدة لإضافة الشخص الذي قام بحضرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر